بالجملة 120 سيارة من مركات تيوتا ديسان تم تسليمها رسميا لشرطة الوطنية يأتي ذلك بناء على طلب قدمته الشرطة الوطنية منذ مدة من اجل زيادة امكانياتها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وكذا محاربة الارهاب والسرقة والحفاظ على النظام العام للدولة بهذا الخصوص يقول وزير الامن العام والهجرة سليمان بكر ادم بانه يطلب من المدير العام لشرطة الوطنية استخدام هذه سيارات في الميادين من اجل تحقيق الاهداف المحددة واضاف بان المحافظة على هذه سيارات واستخدامها بطريقة المثالية يجب ان يكون في المقدمة من اجل تحقيق اهداف الامن العام في كافة الاراضي الوطنية المدير العام للشرطة الوطنية الاميد تأمن عثمان باسي لغما وبعد اسلامه مفاتيح هذه سيارات رسميا من قبل الوزير اكد بانه سيصهر ليلة نهار من اجل تنفيذ توجيهات الوزير وكذا العمل على تقديم الافضل للمواطنين فيما يتعلق بتعزيز الامن العام ومحاربة كافة الامل الخارج عن القانون كما اضاف المدير العام للشرطة الوطنية وثمان باسي لغما بان هذه سيارات ستسمه ايضا لشرطة الوطنية على تأمين العملية الانتخابية وكذا حماية المواطنين من السرقة والارهاب والجرائم المنظمة هذا ومن المقرر ان توزع هذه سيارات على مختلف اقسام الشرطة الوطنية بما في ذلك تلك الاطسام المتوجدة باقاليم البلاد المختلفة